أكو قضية عرضتها أنا قبل ذاك الأسبوع أو اللي قبله رح أشوفكم الفيديو يعني أنا سويتها على عجالة يمكن ما سحبت من أرشيف القناة سحبت من أرشيف مات القناة مات السوشيال ميديا حتى المهنين لا ينتقدوني وأريد أعاتب بي أنطوني هذا الفيديو شباب الحكاية الداخلي من تبقى بيها تكتني لازم أقولها وحتى التهاية موجهة إلى الأخ العزيز دولة رئيس الوزراء المحترم سويت صولة وسويت جولة حتى في خطابك اليوم هيبة الدولة والأعمال العبثية يجب أن تنتهي هذا الريدة بس اللي على أرض الواقع ما يقول هذا فلذلك سريعا سيادة الرئيس أنت افتتحت منفذ الشيب منفذ الشيب ببلاوي ما يلنبس عليها ثو قالوا لك ما أدري ما قالوا لك أنا رح أقول لك يوم عشرف معج دولة الرئيس فاتت 13 شاحنة بمختلف أنواع الأسلحة من إيران من منفذ الشيب الذي يحكمه أو ما زال يحكمه ويشرف عليه أحد الفصائل هذه الأسلحة كيف دخلت من سمح لها أن تدخل أين ذهبت وين انخزنت يا دولة الرئيس أنت تدري ذني وين يرحان فما الغاية من منفذ الشيب ولماذا منفذ الشيب يصبح للتبادل التجاري ولكن في الحقيقة هو لتهريب الأسلحة ونتحدث عن هيبة الدولة وجهات أمنية مرموقة قدمت لك تقريرا مفصلا وكأني أراه على مكتبك ومرة يدخل إلى درجك دولة الرئيس طلع الملف أوحل أوروح للشيب لو سدة لو تخليه مال تبادل تجاري محمد الله والديك هذه رسالتي إليك باسم العراقيين حتى نستعيد هيبة الدولة سيادة الرئيس اضطريت أنا أعيد لك هذا الفيديو لأن أنت دائما تقول بالمؤتمرات الصحفية بلغوني اللهم ربي اشهد أني قد بلغت وقلت في موضوع خطير وأمام جهات خطيرة بس ليش ماكو جراء سيادة الرئيس ماسي معنا إلى الآن أنا يوصلني كل شيء المفروض قضايا من هذا النوع يجب أن تحسم بعد ما عدنا جلد يتحمل يا دولة الرئيس والكواتم تفتر والسيارات تفتر والأسلحة الطب الولد بالمكتب الإعلامي مع دولة الرئيس وصله إذا ما مصرينه والأخوة أيضا في جهاز المخابرات قلوا للسيد الرئيس وصله لهذا المقطع والأخوة بالأمن الوطني أيضا هم الريد حل بهذا الموضوع لأننا نسولف ما نسولف بطرانين نسولف من ضمنه والريد نعاون الخيرين بالحكومة أن تتخذ إجراء وعلى قولتهن الخير ما ينسى سالف تسيارات الرئيس انتبهن اشتركوا في القناة وشتركوا في القناة انزل ما يمتول في القناة وشتركوا في القناة و vivir كذلك انزل ما يمتول في القناة